هذا الفيديو الصحيح لكي تعرفوا كيف تجعل مساحة التخزين على البلاي ستيشن الخامسة أكبر وكيف أغير هذه المساحة أكبر أو كيف أستطيع ألعاب من القرص الخارجي على البلاي ستيشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وكثير مننا لديهم أجهزة البلاي ستيشن الخامسة وللأسف، المساحة التخزينية لا تكفي أبداً الألعاب لأن الجهاز يجب مساحة تخزين 825 جيجا تقريباً، وإذا قلنا أن أحجام الألعاب 50 جيجا سنعرف أن الألعاب التي تصل إلى 150 جيجا حرقت الجهاز على طول مثل Call of Duty فنرفع خطوة بخطوة بدون تدخل أي شخص ثاني المساحة التخزينية الداخلية سأتمم في الفيديو رفع المساحة إلى 2 تيرا ولكن للتوضيح، يجب الأقراص التي تستخدموها من نوع SSD M.2 Gen4 الجيل الرابع لا يجب أن يقوموا بأن الجيل الثالث يعمل لا، دعونا نمشي على الكلام السليم بلاي ستيشن وقت ما أقوم بعمل هذا الفيديو الأنواع مختلفة وكثير منها يدعم البلاي ستيشن هناك رابط من موقع بلاي ستيشن يبين لكم الأنواع وعن نفسي، سأستخدم كينغستن نفس الـ M.2 كينغستن استخدمتها وتممت فيها الترقية والأمور عسل دعوني أبدأ معكم الخطوات وبسرعة أول شيء، نستخدم الجهاز بشكل جانبي ونتأكد أن شعار البلاي ستيشن موجه للأسفل زر التشغيل ليس من جهتنا، من الجهة الثانية نضغط على زاويتين، اليمين السفلية واليسرة العلوية من منظور الشخص الذي يفك الجهاز نضغطهم للداخل ونسحب الغطاء للخارج الخطوة الثانية، المكان المخصص للتوسعة صار واضح أمامنا كل ما نحتاجه مفك عادي، نفك فيه هذا المسمار والمساحة التخزينية ستكون لدينا واضحة الآن نركب المساحة التخزينية، ستجدون خمس فتحات لمقاسات مختلفة واحدة منها مقاس المدعوم معنا فكوا المسمار بلطفوا، احتفظوا بالسبيسر النحاسي ستركبوه بعد قليل قبل أن نركب القطعة، نصيحة بالنسبة لي أن نضغط عليها يقلل الحرارة يوم ترتفع على نفس المساحة الداخلية والإضافية التي سأضعها لماذا؟ لأن يستمر العمل بالجهاز لوقت طويل بدون ما تتأذوه القطعة المبردة وشتتات الحرارة هذه تأتي بسعر مرة رخيصة قطعة هذه من أمازون تأتي بها مرة رخيصة ويأتي معها جميع المستطيل الصغير الذي يجب أن يكون ما بين M.2 وبين نفس الهيت سينك بحيث أن الحرارة تنتقله بشكل متوازن وأموره طيبة كيف أركبها على M.2؟ سوف تركبها على M.2 ويجب أن تركبها على موافقة المقاس وتأكدوا أن الطرف الصغير على M.2 موجود إلى خارج وليس إلى عندكم حسب منظور الجهاز الذي بدأناه مع هذا الفيديو الآن سوف تركب المساحة وضع M.2 بشكل جانبي وبلطف شديد وبعد ذلك سوف تركبها على الأسفل أي مقاومة تركبها من التركيب فإلا أن الموضوع مرة سلسل ومن ثم نثبت المسمار السابق فصار لدينا مقاومة تحت M.2 والمسمار فوق فركب الشكل مرة ممتاز سوف نركب الغطاء بنفس الطريقة التي فكناها فيه والآن سوف نعود جهاز بلاي ستيشن وعلى طول سأعطيكم إذا كل أموركم تماماً الرسالة يقول لكم أن تم تركيب M.2 والأزمة يتفرمت أكيد فرمتوه وأموركم تماماً وعلى بركة المساحة التخزينية الجديدة وخلاص، أموركم تماماً الآن للتوضيح بما أننا ركبنا M.2 يمكننا أن نلعب بشكل مباشر من هذه المساحة والآن يمكنكم تنقلوا ألعابكم عليه أموركم طيبة وتلعبوا منه بشكل مباشر فلا يوجد معضلات المساحة التخزينية الخارجية التي ستأتيكم بعد قليل وخليني مع M.2 مثلاً، تمامتم ترقية لـ 1 تيرا كون السعر اقتصادي جيداً وبعدين أريدكم أن تنقلوا إلى مساحة أكبر وخايفين بلفاتكم تذهب وماذا نفعل؟ بكل بساطة، هناك حل بسيط وهو أنكم تستخدموا SSD خارجي هنا استخدامت الـ Kingston XS 2000 الذي قدم سرعة قراءة وكتابة عالية تصل لـ 2000 ميجا بايت في الثانية وبسعة 1 تيرا لماذا؟ لأن إذا كان لدي 1 تيرا محطوط على البلاي ستيشن أحتاج 1 تيرا إذا المساحة مليانة لنقلها منطقي؟ أمر تماماً أبدأ بالخطوات نشبك هذه المساحة التخزينية الخارجية على منفذ USB Type-C باستخدام الكابل الأصلي الصحيح لنقل البيانات السريع نفتح البلاي ستيشن ونذهب إلى الإعدادات الخاصة بالمساحة التخزينية سنحصل أربع خيارات الأول مساحة تخزين الجهاز الثاني سعة M.2 الثالث هي مساحة التخزين الخارجية على USB الخارجي والرابع هو مكان التثبيت وسيجعل هذا الخيار من اختيار سعة تخزين التثبيت وسأشرحه في آخر الفيديو الآن نضغط على مساحة M.2 ونقل المحتوى كامل للـ SSD الخارجي أمورنا طيبة نقلنا كل محتوى على المساحة الخارجية نأتي الآن نركب القطعة الجديدة لـ M.2 باتباع نفس الخطوات التي قمناها قبل قليلاً مع الوضع بعين الاعتبار أنه سنشيل واحدة قبل أن نركب واحدة بعد أن تمنا النقل بشكل كامل ننقل الألعاب من الـ SSD الخارجي إلى M.2 الجديد الداخلي بعد أن تفرمت وتهيأ وصارت أموره تماماً الفيديو لا تحتاجه إذا لديكم بلاي ستيشن فبكل بساطة شاركوا مع أخيانكم بلاي ستيشن وأكيد بعضهم يقولون أن أجب لي هارد ديسك خارجي فقط دعونا نرى الفكرة إذا لديكم مساحة تخزينية تدعم البلاي ستيشن من خلال منفذ USB Type-C على سبيل المثال للسرعة العالية سنعرف أنه يمكننا أن نخزين الألعاب عليها ولكن لا يمكننا أن نلعب الألعاب منها إذا تبغوا تلعبوا أي محتوى من SSD الخارجي يجب أن تنقلوه للمساحة الداخلية أو M.2 الداخلي ومن ثم من هناك يمكنكم تلعبوا هذه الألعاب بشكل مباشر أقراص SSD الخارجية لا تدعم تشغيل الألعاب مباشرة منها وقت ما قمت بعمل هذا الفيديو دعوني أوضح لكم خيار سعة التخزين وهو مكان التثبيت الذي من خلاله سيجعلكم تختاروا السعة التي تثبتوا عليها ألعاب بلاي ستيشن خمسة سواء من السعة الداخلية أو M.2 ويجب أن هذا الخيار يمكنكم من اختيار مكان تثبيت ألعاب بلاي ستيشن فور من SSD الخارجي والذي عن طريق USB تلعبوا الألعاب مباشرة عليه هذا يوفر لكم مساحة أكثر ويتكلفة أقل أضع لكم روابط لكم وأكيد إلا ما تحتاجوا هذا الفيديو خلال رحلتكم مع البلاي ستيشن جهاز جديد مساحة ماتك في ألعاب رائعة وكل ما لها تصبح أكبر وأكبر المساحات التي نحتاجها فأكيد رقوا ترقية بسيطة ثم ترقية الأعلى وحطيت لكم كل الروابط في وصف الحلقة شاركوا مع أحبتكم وأراكم دائما على خير نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في أمان الكريم أراكم على خير شكرا للمشاهدة